السلام عليكم وصلى على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام استغفروا الله وصلى على الرسول كده في التعليقات ولو انت اقول مرة بتشرفوني ياريت تنزلوا تحت الفيديو تشتركوا وتفعلوا الجرس واكتبوا انكم منت حلوة عشان دعمكم اكيد بيفرحني ويشجعني ولايك وشير للأهل والاصحاب وجزاكم الله خيرا النهاردة اصحابي هنعمل كيكة الجيلو بالفواكه كيكة من الاز الكيكات وحاجة كده فاخر من الاخر سهلة وسريعة وهتلم بواقي الفواكه اللي في التلاجة وتعمل للولاد حاجة حلوة تفرحهم سمينا بسم الله خلونا نبدأ بالوصفة هنبدأ اصحابي انا معي هنا اللتر من المية العادية لو انتوا هتستخدموا في الوصفة اي نوع من انواع الفواكه اللي هي المحفوظة اللي هي بتبقى الكمبوت المحفوظة في السيروب ممكن تنقصوا كوب واحد من المية اللتر هو اربعة اكواب معيارية ممكن تنقصي تحطي تلاتة مية وتستخدمي كوب من العصير او السيروب اللي محفوظ فيه الفواكه لو انتوا هتستخدموا فواكه محفوظة لكن لو هتستخدموا كله فرش زي ما انا استخدمت هنستخدم لتر مية يعني اربع اكواب هنا بقى انا هشتغل على الاجاراجار ااجاراجار هو جيلاتين ولكنه نباتي بيستخرجوه من اللي هي الحاجات التحالب البحرية اعتقد يعني او الظهور البحرية المهم انه هو نباتي يعني طبعا نقدر نفس الوصفة نستخدمها بالجيلاتين الحيواني اللي هو مش المنكهة اللي هو ما ينفعش بتعم الفراولة والمنجا والحاجات دي لا فيه بيبقى جنبهم جيلاتين بيبقى مكتوب عليها جيلاتين حلال سادة غير منكة بيبقى شفاف كده بدون طعم بدون لون هنا اصحابي دوبت الجيلاتين الجيلاتين النباتي هنا اصحابي اللتر بعطيله معلقتين كبيرة من المعالق المعيارية لو انت هتستخدم الجيلاتين الحيواني العبوة بيبقى مكتوب عليها لكل 500 ملي معلقة او معلقتين بتشوفي حسب العبوة لان كل مركة وكل شركة بيبقى ليها تعليمات في الاستخدام هنا انا بالنسبة للمركة اللي انا بيستخدمها هم بيقولوا ان اللتر ومية نديله 3 ملاعق لكن انا جربته كان بيبقى متماسك زيادة عن اللازم فانا دي يمكن 3 او 4 تجربة مع الجيلاتين النباتي فحصلت ان المعالقتين كافية جدا يعني اوكي الجيلاتين النباتي لازم بعد ما ندوب كل حاجة على البارد واول نحطه على النار واول ما يبدأ بالغليان لازم اخليه دقتين يغلي دي ملحوظة مهمة جدا بعدها بنستخدمه مباشرة وهو حار لان هو من نوع اللي بيبرط في دركة حرارة الغرفة بسرعة جدا عكس الجيلاتين الحيواني اوكي هنا بقى طبعا تشكيلة الفواكه اي فواكه تحبيها وموجودة عندك يعني مش لازم تعملي 7000 حاجة انا هم دول كلهم اللي كانوا موجودين عندي لان انا بروح السوبر ماركت كل اسبوعين كل 3 اسابيع حسب ما الخزين بيخلص عندي فبجيبي الفواكه فانا طبعا عشان لسه رجع من السوبر ماركت بقالي يوم ولا يومين فعندي شوية فواكه حلوين فقلت نستغل الفواكه قبل ما تبدأ تتاكل ونعمل بيها الكيكة الجيلو فطبعا ممكن تستخدمي نوعين بس 3 انواع بس يعني مش بالضرورة كل الانواع انا لقيت عندي كيوي عندي فراولة موز برتقال عنب دول اللي كانوا موجودين عندي وكان عندي الاناس كومبوت بس كسلت افتح بقى صراحة هنا اهم حاجة في الموضوع انا شايفت زي ما انتم شايفين انا حطتها في حلة اي صنية عندك يعني مش محتاجة اي اوالب لو انت عندك قلب مفتوح من نص وعايزة تعمليها بشكل مفتوح من نص ما فيش مشكلة صنية الكيكة العادية ما فيش اي مشكلة حلة ما فيش اي مشكلة اي حاجة موجودة عندك تشتغل اهم حاجة بس في الرصة رصي او الراب زي ما انتم شايفين حطينا حوالي مغرفتين من الجيلاتين وبنبدأ نرص طبعا الاولانية ودي تحاولي بقدر الامكان بقى ترصيها كده بشكل حلو ومنمق كده لان هي دي لما نيجي نقلب الصنية هي دي اللي بتبقى الوجهة بتاعة الكيكة لكن بعد كده بقى بنحط الفواكه عشوائي بدون رص بدون اي حاجة لانها قصة مش هدبان هتبقى خلطبيطة يعني فهي اهم حاجة بس الرصة الدور الاول في الصنية بس وهنا بقى بنزل كل الفواكه زي ما انتم شايفين بهذا الشكل طبعا الحلة او الصنية ما بندهنهاش باي حاجة وهنا بننزل بقى على طول وبنكون سريعين لان انا بقولكم ان الجيلاتين ده بيجمد في درجة حرارة الغرفة طيب نفرض مثلا ان الجو برد عندي وبرد عادي تحطيه على النار تاني ترجعيه على النار تاني تبقى هادية جدا يفك وتبدأ تشتغلي بيه ما فيش اي مشكلة زي ما انتم شايفين حطينا هسيبه بقى انا بسيبته حوالي ربع ساعة بدأ يتماسكهو هنا بقى فيه الغالب كله بيحطه طبقة جيلاتين تانية من اللي هو الجيلاتين النباتي الحيواني اللي هو بنستخدامه اللي هو زي جيلاتين الفراولة او المانجو لو انتم حبيته اوكي ما فيش اي مشكلة بتاخذي علبة جيلاتين بدل ما تحطي عليها كوب بيتين مية حطي عليها كوب ونص عشان نديكي طبقة تماسك عليه شايفين هنا تمسك بدرجة حرارة الغرفة بدون تلاجة بدون اي حاجة أنا هنا حبيت مدام عملناها جيلاتين نباتي فقلت بقى جيلاتين نباتي في نباتي أخدت معلقة صغيرة من الجيلاتين اللي هو الأجارجار النباتي وأضفت عليها كوب من الميا ومعلقتين طبعا من السكر وأضفت تلات ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند البودر وخدتهم على النار قلبتهم على البارد ورجعتهم على النار يعني سخن الخليط وبعدين بدأ يغلي لمدة دقيقتين وانتظرت لازم الطبقة اللي تحت تكون تماسكت تماما في درجة حرارة الغرفة نزلت اللي هي الطبقة البيضة عشان تدينا شكل بس وكده وكنتراست في الألوان بس هنا الطبقة الثانية جمدت برضو في درجة حرارة الغرفة على طول فأقل من عشر دقائق بتلاقي تماسك ودي أحلى حاجة فيه عكس الجيلاتين الحيواني هغلفها ببلاستي كريب ودخلها التلاجة الجيلاتين النباتي ممكن ساعتين في التلاجة 3 ساعات وخلاص تستخدميها عادي وتقدري تقليبيها لكن أنا صراحة مش هكذب عليكم أنا كنت عاملها من بالليل وقلت في اليوم التاني أختم الفيديو لو الجيلاتين حيواني اللي هو السيدة لازم تخليها من تاني يعني من تعمليها من بالليل لتاني يوم تفضل في التلاجة عشان تجمد برحتها وتطلع معاك قالب متماسك عشان ما تتبهدلش منك أثناء القلب هنا بس احتياطا خدت منشفة قطنية وحطتها بلتها بمية حار ومشيت كده داير ميدور الحلة عشان تسهل معاك القلب وحررت الأطراف بطرف السكين عشان ما نخربش الشكل وزي ما انتوا شايفين اتقلبت معانا بمنتهل سهولة ما فيش أي مشكلة شايفين بقى الجمال والحلاوة حلوة قوي طيب في حد هيقول لي فيه فرق ما بين الجيلاتين النباتي والجيلاتين الحيواني صراحة فيه فرق كبير جدا في الطعام الجيلاتين النباتي خفيف كده كأنك بتاكل هوا بالضبط يعني ما بتحسيش ان انت بتاكل جيلاتين خالص أما الجيلاتين الحيواني زي فكرة جيل المانجو والفرولة بيبقى متماسك وليه طعم ومميز شوية لكن دا كأنك بتاكل هوا بالضبط فأخف وطعمه أحلى يعني صراحة اللي هيجرب الجيلاتين النباتي هيحس بفرق كبير جدا في الطعام بينه وبين الجيلاتين الحيواني وموجود دلوقتي في كل السوبر ماركت كان زمان مش بيبقى موجود قوي دلوقتي موجود البودر منه أفضل من اللي هو بيبقى شبه الأعشاب البودر أفضل في الوصفات زي ما انتوا شايفين كده أصحابي بمنتهل سهولة على طول بنقطعها بتطلع معاكي شايفين هي بتتزفلت أصلا يعني رهيبة خفيفة جدا بتأكل الولاد حاجة مفيدة جيلاتين مفيد للعظم ونباتي للناس اللي هم مش بيحبوا المنتجات الحيوانية طبعا كمية فواجه ما شاء الله تبارك الرحمن حلوة جدا حليب جوز الهند تحفى اللي ما يريد فكرة حليب جوز الهند ياخد باكت فراولة أو منجو ويحلو في كوب ونص مية ويعملها ان شاء الله كل المقدير هكتبها لك فيه سندوق الوصف تبخلوش علينا باللايك والشير سلام عليكم